دايماً بيشغلني فكرة إنه لما بلاقي ممثق مطرب وفنان متواجد في كذا دولة وجمهوره ليه باع كبير قوي فكرة إنه هو يمثل التمثيل إيه في حياتك وخصوصاً يعني اللي أنت يعني مش شايف إنه في حاجة ممكن تخليك تعطلك عن التمثيل مأجله ليه؟ بتصدق أنا بحب التمثيل قوي وبحب التجربة دي يعني بلازم عملها مش عارف ما جاش الدور المناسب والوقت المناسب للخطوة دي بس إن شاء الله يعني مش يوم رحمست الأكيد يعني ليه السبب؟ أكيد فيه جواك سبب معين ده عايز تركز في الغنى مثلاً عايز عايز تاخد نجومية الغنى وتاخدها في نجومية التمثيل شوية لك أنا بشكل عام بشخصيتي بخاف من الستابس اللي مش واسق منه كتير يعني مش بس بالفن يعني يعني أنا مش عام بتجوز لأنه هاك يعني يعني مرسي كل شي فيه ستاب مصيري بياخد وقت كتير معي أنا أوفر تينكر يعني فالإشي بتاخد معي وقت يمكن التمثيل لأنه حاطه يعني لأنه براسي إنه بدي أعمل شي يكون مظبوط ويكون يوصل بالطريقة الصحة وما ينزل من الغنى والفن اللي أنا بقدمه كلمة الهاكي يمكن بتاخد وقت عندنا في أسرة نجوم كتير متربين كتير نكحين في الاتنين كان تامر حسني حمد أهلال وينجوم كتير حمائي وعمر دياب هم خايفين يدخلوا أو خدوها مرة وزي عمر دياب وخايف يدخلها تاني أنت مين اللي قرب لك في التجارب دي؟ شايفه شامل شايف قريب ممكن يبقى من تجربتك مش رزي متشابهة لك أنا لليوم يعني الصورة اللي مبينة أنه أنا بحب أو أنا بقدم بس غنى بس أنا بشخصيتي لا أميل إلى اللي بيقدر يقدم اتنان يعني بلاقي أنه يوما ما بقدر غني ومثل إن شاء الله إذا ماكتب لي أن يكون بهالمجال وأنه إنجاح إن شاء الله دعمك لسرين عبد النور وفكرة إن وجهة جزء الترمر هل أنت أصلاً وجهة الترمر في حياتك؟ لا أنا تسألت بمقابلة عن أنه سرين أو الممثلات بشكل عام بيتعرضوا لتنمر أو لهجوم وكذا وقلت إنه شغلة صعبة مش هيني إنه الفناني وخاصة الفناني المرأة اللي عندها عائلة أنه تهاجم أو تهاجم بولادة أو هذا يعني شغلة هاكي دقيقة شوي أكيد أكيد أنا بدعم كتير الأشخاص اللي بيتعرضوا لهجوم مش بس فناني في مطلق إنسان يكون يكون عنده حالة معينة أو شكل معين لأنه نحن عنا ستيريو تايب للجمال وإلى آخره فممكن أي حد يتعرض للتنمر أو لكلام مؤذي وأنا أكيد بكون من الداعمين أي أن يكون يعني كان الفنانة وكان أي شخص عادي يعني جزء كتير ما يعرفوش إن اللي ماسك شغلك أو مجرية أعمالك هي أختك سليم لا مش مجرية أعمالي أو معيك طايد الكبير جزء كبير من عمالي أكيد هي موجودة هنا يعني كل ما تطلع هيك بكون بدي شي جواب كل ناس شي تاريخ أو شي اسم هي كتير دورة أكيد كبير عندي تيم أمين أبياغي بره عم يحكي على التليفون وريكو وثالين وأختي الثانية أنجل يعني كل واحد عنده شغله ده قصد منك أنت تجمع تجمعهم حواليك أتمئنون بتحس الشوايب اللي أتمئنون اللي ده سيكة أكتر ولا إيه لك هذا الشي إلو سببان أول شي مين أبدى من الناس لحواليك أنه توصق فيهم صحيح اللي قلته السيئة والتسليم اللي خلص يعني أنا بعرف أن أختي مستلمة خلص يعني شي حلو وشغلي تاني لهايدي الأهم هي أنه هما بيشتغلوا في مجالهم يعني أنا مش أنه لأنه أختي يعني أختي بتشتغل شغلها اللي بتعاملوا معي أنا بتعاملوا بمكان تاني يعني هي ليها شغلها بMBC وفي الصعودية والأخير هي بتعاملوا نفس اللي بتعاملوا معايا يعني هو الـ Production والـ Backstage والأخير وأانجلاء كذلك اللي عمل أختي التانية فهما بيشتغلوا بالمجال بتاعهم ودي أهم حاجة يعني هم ناس خبراء باللي بيعملوه وإخوتي يعني الزابطين على المال تاني كثير على السوشال ميديا بيسألوا هيتجاوز إمتى؟ هيتجاوز إمتى؟ يعني فعايزين ننبش الموضوع ده يعني قالوا لي قلتها إذا ما عرف لكم الموضوع ده قالوا لي عايزين يطمنوا فقلت أنا أنا أرضا أطمنكم يعني هعرف إيه مشروع في الهاتف مفيش ليه ضايف يمكن لأنه اللي قلت قبل شوية قلتلك أنا وبحسب وبفكر كتير فممكن يكون السبب ده لأنه حاسس أني يعني حابب الحاجة تكون صح فباخد وقت كتير ليك شروط معينة ولا يعني ممكن تبقى مصرية ممكن تبقى يعني يعني عراقية مش يعني من غير غير مش لبنانيات يعني وأكيد مفيش مشكلة يعني كل يعني ممكن يكون الحب بأي مكان في أي وقت مع مع أي حد يعني مش مش مربوطة بمكان معينoe إمتى هتتتشدة أو إمتى هتتخطف إن شاء الله مين اللي ممكن يقدر يعمل كده أنا أتمنى أتمنى كل نمي أتمنى بس هو هيك كل نظ اتمنى يعني مش عارف مش عارف يعني انا تمنى انا بحب بحب العيلة وبحب الولاد وبحب اه بحب الاطفال يعني بحب الاطفال الولاد والبنات اه ان شاء الله ان شاء الله في الوقت المناسب اعيز تصلك علي اين جديد الفترة الجاي بتحضر له اه سواء في مصر او برا مصر ومشروعك الجاي ايه? دلوقتي بحضر اغاني كتير ان شاء الله عندي اغنية خليجي عندي اغنية لبناني اغنية مصري اه اغنية لهجة بيضة بنقولها يعني زي زي والك يعني كده ان شاء الله يعني ومشاريع الصيف افرح وصفر وطور امريكا بنحضر لطور امريكا دلوقتي نورتنا النهاردة فوشيا ومبسوط انت كنت معا النهاردة ونورت مصر شكرا جدا كريم تانكيو لألك شكرا شكرا فوشيا تانكيو حبيب